يعود الإرهاب إلى عدن ويفجر نفسه في أنحاء كثيرة منها حتى كذا يصبح حدثا يوميا في المقابل بدت الأجهزة الأمنية عاجزة عن أي ردة فعل من شأنها تصدي ومنع الهجمات المتكررة التي اخترقت كل التحصينات وهي التي سبق وأن أعلنت وتفخرت بتفكيك مخاططات وخلايا على مستوى عالم من الاحترافية والانتشار لتلجأ في الأخير إلى شن حملات مداهمة على من سبق وأن أفرجت عنهم بعد أن كان قد تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب وهي إجراءات فيها الكثير من الارتباك والعشوائية بحسب مراقبين فكيف يفرج عن من لم يتيقن من براءتهم وصلاحهم وإن كانوا عكس ذلك فلما يتم اعتقالهم من جديد أسئلة يفترض بالأجهزة الأمنية الإجابة عليها الحكومة من جانبها أكدت أن هذه الأعمال التي وصفتها بالإرهابية ما هي إلا تعبير عن حالة العجز عن تحقيق الأهداف المرسومة لها من قبل داعمها مشيرة إلى أنها ماضية في تصفية هذا الملف وتأمين العاصمة المؤقتة وما بين اجتداد وطيرة العمليات الإرهابية والتفجيرات ومحاولة الحكومة للتطبيع ترزح العاصمة المؤقتة التي يأمل سكانها أن يصحوا على وضع جديد يأمنوا فيه على حياتهم ومعيشتهم اليومية